بسم الله الرحمن الرحيم مثال 4 من واقع الهياة يتغير التردد الناتج عن اكتزال سلك مشدود عكسيا مع طول السلك فإذا كان التردد الناتج من اكتزال سلك مشدود طوله 10 إنش يساوي 512 دورة في الثانية فأوجد تردد سلك مشدود طوله 8 إنش طيب هنا يتغير التردد مع طول السلك يعني التردد مع الطول تردد نرمزه بالرمز F وطول السلك بالرمز L طيب إذا كان التردد الناتج عن اكتزال سلك مشدود طوله طول هنا L يساوي 500 دورة الثانية يساوي F فأوجد تردد السلك اللي هو ال F طوله 8L يعني إذا جينا نرقم المتغيرات هذه L1 F1 F2 المطلوب F2 طيب هنا يتغير F مع L يعني F على L F على L يتغير ماذا؟ عكسياً عكسياً إذا راح نقول واحد اثنين اثنين واحد نبدأ الآن بالتعويض F1 قيمة 512 F2 مجهورة طبعاً L2 الثمانية L1 10 نضرب الآن طريقة الماقص F2 نضرب ثمانية ثمانية F2 يساوي 512 ضرب 10 512 طيب الآن نقسم على معامل F2 خمسمين على ثمانية بين على ثمانية هذا يساوي إذن F2 يساوي 512 أو 520 تقسيم ثمانية ستمية واربعين إذن F2 يساوي ستمية واربعين إذن تردد السلك 640 دورة في الثانية